موسيقى السلام عليكم الدفاع المدني الايراني احبطنا هجوما امريكيا ان لم يكن مشتركا في القنف الشرك لتتوصل بجديد الاخبار العجلة والحصرية حول ايران والدول العربية صرح رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني العميد غلام رضا جلالي بان بلاده احبطت هجوما امريكيا واوضح العميد جلالي ان الامريكيين دخلوا مرحلة الهجوم السرباني الا ان الدفاع السرباني الايراني احبط هجوماتهم وذلك بحسب وكالة فارس وقال جلالي ما سعى امس الخميس اننا ومنذ عامين نخض مواجهة متعددة المستويات مع امريكا والعدو استخدم خلال الفترة كل ادواته وامكانياته لارضاء ايران ولكن في ضوء تدريب قائد التورة الاسلامية فقد تم ادراج المقاومة الفعالة في جدول الاعمال وجرى احبط مؤامرة العدو ونوه العميد جلالي الى اقامة اكثر من مئة مناورة في البلاد لتقديم قدرات ومقاومة البنية الثحية الحيوية وحجم الجهوزية وتحديد نقاط الضعف واعتبر اسقاط الطائرة الامريكية global hog منعطفا غير جميع معادلاتهم وحساباتهم على الصدعيض العسكري مضيفا ان الامريكيين دخلوا مجال الهجوم السرباني الا ان جهوزية دفاعاتنا السربانية احبطت هجومهم واكد رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني العميد غلام ريدا جلالي ان بلاده هي المنتصرة في المرحلة الاولى للحرب المركبة مع امريكا وتابعه ولكن ينبغي ان نكون متيقضين تجاه المستقبل ولن ننتقعس ابدا بعد هذا الانتصار وفي الاخير اذا عجبكم الفيديو لا تسوى الاعجاب والاشتراك في القناة والثعليق اشتركوا في القناة